مائة يوم من الوحشية تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي ويرفض العالم الغربي ان يوقفها رغم انه يمتلك خيوط اللعبة برمتها وهو على ذلك لا يقف متفرجا بل متورطا كليا بالمال والعتاد لتمويل قتل الابرياء والعزل وهدم غزة على رؤوس اهلها من دير البلح الى خان يونس الى رفح تستمر التغريبة الفلسطينية داخل الوطن يطاردها قناصة قوات الاحتلال يتخيرون الشاب والطفل والمرأة معتقدين انهم يئدون المستقبل ويواصلون قصفهم المستمر ليلا ونهارا بلا رحمة بلا مرافق ولا مياه ولا كهرباء يعيش المواطن الفلسطيني اسوأ كوابيسة بعد ان فقد البيت والاسرة والحياة وضع صعب يعني فيش يوم الا بنتنجل من مكان لمكان يعني من الدير لخان يونس لرفع يعني ولا اسعار غالية وفيش بضاعة وفيش مقاومات حياة وفيش حياة اصلا يعني في غزة عشرات الالاف من الشهداء ولا يتوقف عداد الموت وعشرات الالاف من المصابين الذين فقدوا اطرافهم او يعيشون على حافة الموت لا تستوعبهم المستشفيات التي يستهدفها المحتل بوحشية ويدهمها بآليات ليقتل من يقتل ويصيب من يصيب في اطول واكبر مجزرة عرفتها البشرية في العصر الحديث الكل شاف المشاهد اعداد الاف مؤلف شهداء جرحاء اللي ما استشهدش اصيب ولما اصيبش هدم بيته ولما هدمش بيته اتشرد يعني كارثة اصابت كل مواطن فلسطيني في قطاعها اما عن حالة الاطفال الذين بقوا على قيد الحياة رغم انف المحتل الذي يتصيدهم كالطيور الصغيرة فهم يعانون البرد القارس وانعدام المياه والطعام الادمي فاصابتهم الامراض على قلة الادوية والمستلزمات الطبية والمستشفيات التي خرج معظمها من الخدمة خيمة صغيرة والبرد كتنة وما فيش اكل ما فيش جوء ما فيش اشي يعني علبة حليب مش قادر وفرها يا عيالي عيالي عينين ومرضوا نت في الشادر مش قادرين نعطونها اياها يعني انا مش عارف شو تسوي بلا حل يظهر في الافق وبلا مساع حقيقية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وقد ادار الغرب ظهره بكل عجرفة رافضا ان يوقف المذابح قبل ان تنهي اسرائيل مهمتها بالابادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني صاحب الارض ومع عرقلة قوات الاحتلال لدخول المساعدات يظل الوضع مخزيا يخاطب ضمير الانسانية الاصم عن مطالب شعب لم يرغب في اكثر من حياة طبيعية